إلى خبر آخر وجمعية أطباء العيون يطلقون فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمرضة الجلوكومة والمياه الزرقاء تحت شعار إفحص عينيك للجلوكومة أطلقت جمعية أطباء العيون في جميع أنحاء الجمهورية فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمرضة الجلوكومة للفترة من السادس وحتى الثاني عشر من مارس الحالي باعتبار الجلوكومة المسبب الأول للعمى والذي ممكن تفاديه في اليمن ولمعرفة التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأطمار الصناعية الدكتور عبدالله الأهدل وهو استشاري طب وجراحة العيون في تعزواء أيضا هو مسؤول اللجنة المنظمة لهذه الفعالية صباح الخيرات عليك دكتور عبدالله يا مرحبا أهلا 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 وسهلا بكم حياك الله دكتور وبداية نعرف المشاهدين ماذا يقصد بالجلوكومة أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة يا مرحبا فيك تعبر أيضا عن اهتمامكم الكبير بالتوعية الطبية والعلمية للمرضى والناس جميعا بشكل عام أولا بالنسبة للجلوكومة الجلوكومة هي تسمى المياه الزرقاء وهي مرض يصيب العين وبالذات يصيب العصب البصري مباشرة الجلوكومة يعتبر من الثاني سبب على مستوى العالم في المسبب للعماء لأنه فقدان النظر فيه غير قابل للرقود يعني إذا فقد الإنسان نظره بسبب الجلوكومة مهما ما تطلب من العلاق لا يمكن أن يستعيده ولهذا يجب الاهتمام كثير بهذا المرض علشان أنه مضاعفاته خطيرة وغير قابلة للعلاج الجلوكومة زي ما قلنا هي المياه الزرقاء وتصيب مباشرة العصب البصري وتسبب ارتفاع في ضغط العين نعم بعض المرضى الذين يعانون من الجلوكومة وأنا بعتبرهم من الناس المحظوظين الذي عندما يصاب بالجلوكومة يشعر بالألم لتفاع ضغط العين لأن الألم هو بيكون الإشارة أو السيجنال القوي الذي ينبه المريض ليذهب للطبيب علشان يخص المرض وبالتالي هنا يستفيد لكن البعض لا يشعر بأي حاجة وهذه حقيقة لهذا أيضا هناك اسم يطلق على الجلوكومة وهو سارق النظر لماذا يسميها لطباء سارق النظر لأنه يسرق نظر للإنسان بدون ما يشعر نعم نعم يبدأ الاتفاع وقت العين ثم تبدأ الضمور في العصب البصري يأتي المريض في المراحل الأخيرة وهو في المرحلة ما يؤوس منها لكن إذا شعر ألم فهو محظوظ يعتبر لأنه يلحق نفسه ويذهب للطبيب يتم التشقيص والعلاق في وقت المناسب تمام لكن إذا لهذا نحن ننصح المرضى تفضل تفضل نحن ننصح الناس بشكل عام أن يهتموا بفحص العيون وبالذات كبار السن أو مش كبار مرة يعني بعد سنة الاربعين المرضى أو الناس بشكل عام بعد سنة الاربعين لازم يعمل فحص دوري كل ستة شهور على الأقل لضغط العين لأنه في عضي من الحالات يد المريض إلى العيادة أو إلى المستشفى يشكون من بعض الأعراض وهي ليس لها علاقة بصراحة بالغلوكومة أو بارتفاع ضغط العين ولكن أثناء الفحص الدوري عليه نكتشف أن هناك ارتفاع في ضغط العين وبالتالي نتمكن من أن نسيطر عليه ونحمي المريض ونحمي نظره ويتعافى بإذن الله إن شاء الله ولكن تعتبر الحالة مزمنة المهم أن نمنع المضاعفات الخطيرة التي أدية العمى نعم طيب دكتور حب أن نعرف منك ما هي الأسباب أسباب الإصابة بالغلوكومة أو كما اسميتها أو تسمى بالمياه الزرقاء هل هي طريقة حياتنا أيضا لها تأثير ليس هناك سبب مباشر قوي وواضح ومعروف حتى الآن المياه الزرقاء ولكن المياه الزرقاء عادة تصاحب حديثية الأولادة الشباب كبار السن أو مرضى السكر لأنه هناك نظرنا إلى آلية المرض نفسه هو عبارة عن تضيق في شبكة تصريف المياه التي موجودة في عين الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق العين وقهزها بكل الأمور التي تضمن للعين السلامة والبصر والنظر للإنسان بشكل جيد وصحي جدا فبالتالي هناك السائل المائي الذي يدور داخل العين وأدي وظيفته بشكل جيد يتم تصريفه عبر شبكة في العين إلى الدم فمتى ما حدث أي ضيق لهذه الشبكة وبالتالي أصحاب السكر بالذات لأنه دائما كما هو معروف السكر يؤثر على الأبعاد الدموية فمتى ما أثر عليها هذا يؤدي إلى انغلاق أو ضيق انسداد المقرى عندما يحصل الانسداد يتجمع الماء داخل العين نتيجة تجمع الماء يرتفع الضغط طريقة ارتفاع الضغط يحسن الإنسان يشعر بالألم وهذا بسيط ولكن الأهم من هذا أنه يعيق التروية الدموية إلى العصب البصري وبالتالي يؤدي إلى ضمور العصب البصري بشكل تدريجي حتى يقدر الإنسان نعم أنتم الآن تقوموا بهذه الحملة لزيادة الوعي بخطورة هذا المرض وخطورة هذه الحالة فما هي الأهداف من الحملة التي أقمتمها مؤخرا الهداف واضحة جدا هي تخفيف الإعاقة في المجتمع لأن مرض الجولوكوما عندما يصيب الناس يؤدي إلى إعاقة قسية أو إعاقة مكتملة وهذه الإعاقات تؤثر على الإنسان تؤثر على أسرته على عائلته على أبنائه على كل البيت أو على المجتمع أيضا ونحن نريد أن يكون المجتمع خالي من الإعاقات بقدر المستطيع وبالتالي كطباء عيون نحن وقدرنا لازم أن نقوم بالحملة هذه وهذه الحملة تقام على مستوى العالم كله لما هو لما هو من أهمية هذا المرض لأن أشياء أوضح أن هذه المياه الزرقة عكس المياه الزرقة للبيضاء نعم الناس تفهم كثير عن المياه البيضاء المياه البيضاء هي أسهل وأبسط من المياه الزرقة هي عبارة عن تعتم عدسة العين لكن المياه الزرقة نحن نعتبرها أخطر لأن الإصابة فيها غير قابلة للشفاء إذا ما دخلت في المضاعفات عكس المياه البيضاء ممكن في أي لحظة للإنسان يريع شوه بشكل طبيعي نعم دكتور عبدالله بالعودة للحديث عن الأسبوع العالمي التوعوي بمرضة الجلوكومة حبي نعرف ما هي أبرز الفعاليات التي ستتضمنها نشاطاتكم خلال هذا الأسبوع هناك فعاليات كثيرة نقوم فيها أولا نحن نقوم بتوزيع البروشيرات والبعلومات المفيدة للمرضى في عيادات العيون المختلفة من أقل أن الناس تقرأوا تفهم وتدرك معنى الجلوكومة وأهميته والوقاية منه إضافة إلى التوعية الإعلامية ومن ضمنها التواصلنا معكم أو تواصلكم معنا أنتم في هذا البرنامج بالإضافة إلى هناك فعاليات رياضية وغريات على مستوى الفرق وذلك فقط عشان الترويج والانتباه إلى هذا المرض بالإضافة إلى أننا خلال الأسبوع القلوكومة نقوم بفحص المرضى الذي يعانون من القلوكومة وأيضا فحص ضغط العين مجانا خلال هذه الفترة الجميع الله أعطيكم العافية جميل نعم أعطيكم العافية دكتور وجزيل أشكر لك دكتور عبدالله الأهدل وأنت استشاري طيب وجراحة العيون في تعزو مسؤول اللجنة المنظمة لهذه الفعالية شكرا أكبر يا قرأ لكم وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع المهم والذي يهم جميع أفراد المجتمع واجبنا دكتور يعطيك العافية اشتركوا في القناة